حقبة جديدة من المواجهة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وخصومه والقضاء تبدأ مع نشر التقرير النهائي للجنة التحقيق في مجلس النواب بشأن أحداث السادسي من يناير فالتقرير يوصي بأن ينظر الكونغرس في منع ترامب من توليه منصبا عاما مرة أخرى لدوره التحردي على التمرد يومها مؤكدا انخرطه بشكل إجرامي في مؤامرة متعددة الأجزاء لقلب نتائج الانتخابات وفشله في التصرف لمنع مؤيديه من مهاجمة مبنى الكابيتول ربما لا يساعده هذا فيما يتعلق بإعادة ترشيحه من قبل الحزب الجمهوري حيث من المحتمل أن يقول الكثير من الجمهوريين إنهم يحبون ترامب لكن لديه الكثير من المشاكل وهو غير مرجح ليفوز مثل مرشحين آخرين لكن ورغم أن توصيات اللجنة غير ملزمة لوزارة العدل التي تقرر نيابتها العامة البت في توجيه التهمة ينظر العديد إليها على أنها خارطة طريق للعدالة لكن من دون جدول زمني واضح دونالد ترامب هو رئيس صابق لم يعد في منصبه ولا يملك أي من مزايا كونه رئيسا للولايات المتحدة ويخضع إلى حد كبير لنطاق كونه قيد التحقيق وربما يواجه اتهاما جنائيا من قبل وزارة العدل وكان جمهوريون في مجلس الشيوخ أعلنوا بعض توصيات اللجنة بتوجيه التهم لترامب أنهم لا يحمونه خاصة حلفاء زعيمهم في المجلس ميتش مكونيل الذي قال إن الأمة بأكملها تعرف من المسؤول عن الهجوم في إشارة إلى ترامب الذي اتهم اللجنة بالسعي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إذا وجهت وزارة العدل التهمة لترامب فستكون المرة الأولى التي يحاكم فيها نظام العدالة الجنائية الأمريكية مرشحا رئاسيا ورئيسا سابقا لهذا يرى خبراء أن ذلك عبءا على الوزارة لكي تقوم بهذه السابقة ما قد يجعلها تتردد قبل اتخاذ القرار حسين الطاود العربية واشنطن